الملتقى الدولي الثاني العلاج بالفن في كولية الطب المنسير بمشاركة دولية وعربية ومصرية وسعيد جداً بحواري مع الدكتورة من زياد وهي مختصة في العلاج بسيكو دراما أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك كل مستمعين تونس الحبيب سعادة بحضرك بحضرتك حبينا ناخذ فكرة حول الملتقى وفكرة الملتقى بين الفن وبين الطب هذا كطريقة علاجية نعم يعني دعني أولاً أثمن هذا الملتقى الذي أحضره للعام الثاني على التوالي العام الأول حضرته بصورة أونلاين بورقة بحسية وهذا العام أحضره بشخصي لأقدم تطبيق على عنوان الملتقى وهو علاج السدمات عن طريق الفن ولا يخفى على حضرتك وعلى سيدة المستمعين ما له علاجات بالفن وما لها من تأثيرات واضحة وملموسة الآن في شتى المجالات وفي مختلف الأمراض النفسية وحتى الضغوط العامة هل من ممكن تقديم تعريف صغير للسايكو دراما بزيفة عام على القالة للسادة المستمعين اللي يسمع فينا؟ نعم هذا السؤال المتوقع الأول المتوقع السايكو دراما ببساطة هي علم يجمع ما بين النفسي والدرامي وهو يعتمد على أداء الأفراد خلال المجموعة العلاجية لأدورهم المأزومة في الحياة ولبعض الصدمات ولبعض المواقف التي حدثت مسبقا أو التي تحدث حاليا هناك بعض البوادر لحدوثيها في المستقبل بهدف التخلص وتفريغ هذه الانفعلات السلبية المضغوطة بداخله ولكن اليومي في العالم مع التغيرات في العالم تخلي كل إنسان عرض لكل صدمة بصفة دورية إلى حد ما نعم نحن في صدمات يومية يعني بداية من عبرك لإشارة المرور ومرور سيارة فجأة هناك صدمات صغيرة وهناك صدمات لا يمكن احتمالها الصدمات الصغيرة كيفية تعامل العقل البشري مع الصدمات تتوقف على كفاءة هذا العقل والشخص هل يعتمد على عقله البدائي أم عقل النجاة أم العقل الواعي والمدرك نحن دائما نعمل مع أصحاب العقل النجاة أو العقل البدائي للنهوض بهم والتحرك نحو الإدراك المعرفي والسلوكي في القشرة الدماغية كما يسمونه دكتور إيمان أنجروم شكرا على حضورك بحضانها وعلى الحوار اللي قدمتونا على راديو الحياة الفام وتحياتنا اللي كنتي والشعب المصري الكل وسوعدية جدا رسي جدا أنا أسعد شكرا لحضرتك الحياة الفام الحياة الفام زهرة الحياة